ماذا وراء الانسحابات العسكرية للقوات المشتركة جنوب الحديدة؟ فبدون سابق انذار وعلى حين غفلة من السكان وبعض ألوية المقاومة قرر طارق صالح المدعوم إماراتياً سحب قواته من المديريات المحررة جنوب الحديدة ليسيطر عليها الحوثيون دون قتال فبعد سنوات من التضحيات الكبيرة التي قدمتها ألوية العمالقة والمقاومة التهامية خلال تحرير مديريات الساحل الغربي للحديدة وتعز عاد طارق صالح لما يسميه إعادة التموضع ويسلم المناطق المحررة لشركاء الأمس أو ما يفترض بأنهم أعداؤه اليوم وعلى ما كشفته هذه الانسحابات من خذلان سياسي وعسكري من قبل التحالف لمعركة التحرير والسعادة الدولة اليمنية إلا أن توقيتها عقب ساعات من زيارة المبعوث الأممي إلى المخى والخوخة أكد حالة التواطئ والرغبة الدولية في إبقاء الحديدة تحت السيطرة الكاملة للحوثيين لكن أسوأ ما خلقته هذه الانسحابات هي التداعيات الإنسانية على السكان في المديريات الجنوبية للحديدة الذين بدأوا موجة جديدة من التشرد والنزوح من المناطق التي تم الانسحاب منها فيما تعرض العشرات منهم للملاحقة والاختطاف هي صورة أخرى من صور القذلان الذي يتعرض له اليمنيون من قبل تحالف قال إنه جاء لسعادة الدولة اليمنية لكنه بات اليوم عاملاً مهماً من عوامل الفشل السياسي والعسكري وحاضنة للانقلابات العسكرية والميليشيات المسلحة التي تتحرك وفق أجنيدة الداعمين والممولين وندعوهم إلى سنة أفزام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة